بمستوى التعليم الأهلي تحديدا طبعا أول مرة ستكون هناك تشرع لا لا بس اسمح لي تشرعية وإلى جانب التنفيذية وفي نفس الوقت هي أمانة مهنية فأنا أحمل المسؤولية على العميد وعلى السادة الموجودين في الكلية وضحت دكتور أنا أقول نعم هناك إيجابية الآن في التعامل في ملف التعليم الأهلي نتمنى أن ننظر للمستقبل هاي النقطة الأولى اثنين أنا أنصح كل المسؤولين في التعليم الأهلي والسادة يعني أصحاب الأموال خلي يطلع من بياناتهم من يضع الاعتبار الوطني والاعتبار العلمي بالمرتبة الأولى ليش؟ هناك جامعات مستقلة في كل دول العالم لها مراكز بحثية وقدرة تتحصل على أموال كثيرة من خلال عمل بحثي وعلمي هذا اللي يريده والوزارة ستسند مثل هذا الاتجاه نخرج بهذا الحلول أستاذ دكتور صلاح النعيمي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي